موسيقى جاء رجل كبير في السن قد ضعف جسمه وانحنى ظهره جاء وقد طال عمره والعياذ بالله في معصية الله جاء يجر خطواته جرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسند على عصى دلال على كبر سنه فقال في تأسف وندم يا رسول الله أيغفر لي غدراتي وفجراتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تشهد أن لا إله إلا الله قال الرجل نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غفرت غدراتك وفجراتك الرجل وكأنه ما صدق ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو كأنه ما سمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال وغدراتي وفجراتي يا رسول الله قال وغدراتك وفجراتك قال وغدراتي وفجراتي يا رسول الله يعيدها للمرة الثالثة قال وغدراتك وفجراتك قال راوي الحديث فجعل الرجل يكبر من شدة الفرح حتى توارى عن الأنظار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله روى الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى هي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأكثر آية في كتاب الله جمعا بالحلال والحرام هي قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأكثر آية في كتاب الله تبارك وتعالى تفويضا من العبد لربه هي قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدره قال وأكثر آية في كتاب الله فرحا للمؤمن هي قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية ثم تلا قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في هذه الآية قال هي نداء من الله تبارك وتعالى لكل من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي نداء لجميع العصات نداء لكل من أسرف على نفسه نداء لكل من فرط في جنب الله نداء لكل من اتخذ إلهه هواه وكان أمره فرطا نداء لكل من أذنب ذنبا وإن كانت مثل زبد البحر ولكل من ارتكب جرما وإن بلغت خطاياه عنان السماء نداء وبشارة من الله أن الله يتوب على من تاب ويقبل من رجع إليه وأناب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله عز وجل من رحمته بنا أيها الأحبة فتح بابا للتوبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما بين المشرق والمغرب لا يغلقه حتى تخرج الشمس من مغربها يبسط يده بالليل ليتوب مسئو النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئو الليل كثيرا ما ينادين في كتابه عز وجل إلى التوبة إلى المسارعة في التوبة والإناب إليه عز وجل قال الله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم قال الله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويقول الله تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم أكثر من ذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا مع أن الله وعدهم بالدرك الأسفل إلى أن الله قد جعل لهم باب التوبة مفتوحا لمن تاب وأناب إلى الله عز وجل أكثر من ذلك قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قال الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة وإلى الإنابة أكثر من ذلك بل إن الله قد فتح باب التوبة لأناس قالوا عزير بن الله وقالوا المسيح بن الله وقالوا إن الله ثالث سلاسة تعالى الله عما يقول الظالمون بعد أن حكى الله عز وجل عن هؤلاء وما قالوه عن الله عز وجل قال عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفر الرحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفر الرحيم إلهي إني قد أتيتك تائبا ليس لأنني أنا ولكن لأنك أنت أنا مذنب أنا مخطئ أنا عاصي هو غافر هو راحم هو كافي قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولا تغلبا أوصافه أو صافي نسأل الله عز وجل يجعلنا من عباده التوابين ونستمع إلى آرائكم حول هذا الموضوع ونلتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى مجددا الله يتوبة مهمة جدا جدا ليه لأن الإنسان بيكون ماشي في الحياة دائما منجرف يعني بيكون ماشي بإيش أهوته عايز يأكل عايز يشرب عايز المشاغل عاوز عاوز فلازم تصل مرحلة كذا يتوب فيها ليه لأن إحنا في النهاية لله وإن عليه يراجعون الزلماء بفكر في بعدين هيصل شنو إلا وقت الوفا دائما الناس تلقاها في المغابر الناس كلها صانوا لحلو لأقوة إلا بالله والاستغفار شديد أول ما يطلعوا بينسوا الموت نهائيا فالناس دا رح يتوعيها زي زول في صدمة يقول لك اديو كف اديو كف ما عشان انت هستأزيب لك إلا عشان يفوق التواب في حياة الإنسان والله التوابه مهمة إنه الإنسان يكون أول صادق مع نفسه قبل ما إنه يعني يبدأ في مشروع التوابه وبعدين التغييرات تبدأ بإنك أول شي تبدأ بالصلاة بعدين الصيام وبعدين النية ودائما الأعمال بالنيات يعني ممكن تلقى إنسان سيء لكن نواياه داخله صالحة وما قادر اللي يوجهه فأنا نحن محتاجين أول شي للتوجيه يعني انت كونك تلقى إنسان على طريق خاطئ أو أفروض توجيهه ما تخجل لأنه الدين ما فيه خجل فأنا نحن محتاجين إن الإنسان يكون مواسغ يعني مع كل الناس إنه مهما كان نزول في خطأ مهما كان مغامه أو كان ربنا سبحانه وتعالى يعني أمر بها جميع عباده المؤمنين فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فالتوبوا فيها فلاح للإنسان وهي تصحيح لما مضى من الأخطاء ومن الذلات ومن المعاصي والإنسان يبدأ بها صفحة جديدة فأول ما يبدأ الإنسان يعني هذا الشهر العظيم شهر رمضان إنه يتوب من المعاصي ومن الذنوب ومن الآثام ويقبل على الله سبحانه وتعالى بصفحة جديدة لعل الله سبحانه وتعالى أن يعني يقبلهم فيها يعني أيها المشاهدون الأكارم علينا أن نعلم أمرا مهما في غاية الأهمية أنه بالرغم من كل هذه النصوص التي نتلوها من الكتاب ومن السنة عن سعة رحمة الله عز وجل بعباده وعن فتح الله عز وجل لأبواب التوبة ما لم يغرغر العبد وعن أن الله عز وجل فتح بابا للتوبة كما بين المشرق والمغرب لا يغلقه حتى تخرج الشمس من مغربها كل هذه النصوص إلا أن الكثير قد يقع في القنوط من رحمة الله قد تسوي له نفسه أن الله لن يغفر له بحجم الزنوب التي وقع فيها والأسامة التي ارتكبها في حق الله عز وجل ولذلك ليس من أهداف الشيطان فقط أن يوقع العبد في الزنوب والمعاصي وإنما من أهم أهدافه أن يوصل العبد إلى مرحلة يقنط فيها من رحمة الله ييأس فيها من روح الله تبارك وتعالى وهذا ظاهر ومستفاد من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله الله عز وجل ينبههم مهما كان إسرافهم في الذنوب والمعاصي أن لا يصلوا إلى هذه المرحلة من القنوط من رحمة الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فمهما كان تخصيرك أيها الحبيب مع الله عز وجل أولا أو في حق والديك أو مع زملائك مع أرحامك مهما كان قد بدر منك من تخصير من ظلم لهؤلاء لا بد أن تتيقن في قرارة نفسك أنك متى ما أقبلت وأنبت إلى الله عز وجل فإن الله يقبل من رجع إليه وأناب جاء في الأثر أن شابا من بني إسرائيل عبد الله عشرين سنة متصلة أمضاها كلها في الطاعات والإقبال على الله عز وجل لكنه من بعد هذه العشرين سنة أمضى بعدها عشرين سنة أخرى في معصية الله أمضاها في الغدر والفجور وتعد الحدود وانتهاك الحرمات ومبارزة الله عز وجل بالمعاصي وإذا به ذات ليلة متجع على فراشه يقارن بين ماضيه الزاهر بطاعة الله بطمأنينة النفس بانشراح الصدر لعبادته لله عز وجل وبين حاضره المظلم بالمعصية كظلمة ليلته تلك فاشتاقت نفسه إلى أيام السكينة إلى أيام هدوء البال إلى أيام طمأنينة النفس إلى أيام الراحة بعبادة الله عز وجل فقال في تأسف وندم يا رب هل إذا عدت إليك تقبلني يا رب هل إذا عدت إليك تقبلني فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن قل لي عبدي فلان قدرنا فخلقناك وعرفتنا فعرفناك وأحببتنا فأحببناك وعبدتنا فوفقناك وناجيتنا فسمعناك وسألتنا فأجبناك ودعوتنا فلبيناك وذكرتنا فذكرناك وشكرتنا فزدناك وحفستنا فحفظناك ثم تركتنا فأمهناك وعصيتنا فسترناك وإن عدت إلينا قبلناك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما علينا كذلك أيها الأحبة أن يعلم كل واحد مننا أن توبته لله عز وجل يفرح الله عز وجل بها كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام قال لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة قفر خالية وانظروا إلى هذه الأوصاف وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصحراء هذه الفلاة هذه البيداء التي يبيت فيها البيد ويهلك فيها العبيد بأنها دوي مهلكة قفر خالية ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه وزاده فإن فلتت منه وتهت منه في هذه البيداء المهلكة فوجد ظل شجرة قال أنام تحتها أنتظر الموت بينما هو على ظل هذه الشجرة قد أيس من الحياة ولم يعني ينتظر إلا الموت إذا به يصح وراحلته على رأسه وخطامها بيده وعليها طعامه وشرابه وزاده فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ينتظرون منك الخطأ والله ينتظر منك التوبة أعرفت الفرق لا تتردد في الرجوع إلى الله حتى وإن كثرت معاصيك فالذي سترك وأنت تحت سقف المعصية لن يخذلك وأنت تحت جناح التوبة سارعوا إلى التوبة فالموت أقرب من بياض العين إلى سواده اللهم أحسن خاتمتنا وجعلنا من أهل الجنة يا رب قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عجبا لمن يهلك ومعه النجاة قيل له وما هي قال التوبة والاستغفار ليس البكاء على النفس إن ماتت ولكن البكاء على التوبة إن فاتت أستغفر الله وأتوب إليه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع أيها المشاهدون الأكارم علينا أن نتذكر أننا ينبغي أن نسارع إلى التوبة إلى الله عز وجل قال الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم ثم علينا أيها الأحبة أن نحذر من داء عضال كثيرا ما يحول بين التائب وبين توبته إلى الله عز وجل ألا وهو التسويف التسويف أن يمني العبد نفسه بالبقاء ثم يقول سأتوب كأنه يضمن أنه يبقى في هذه الدنيا ونعلم أن كل مؤمن يعتقد اعتقادا راسخا في قلبه وإيمانا جازما أن الموت يأتي بغته إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مضى مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى فإذا كان الإنسان لا يعلم متى يفجأه الموت عليه أن يبادر إلى التوبة أن يسارع إلى التوبة على الله عز وجل أن يقبل منه توبته قبل أن يتوفاه الموت ولذلك المسوف يبني الأمر على ما ليس إليه وهو البقاء وليحذر المسوفون أن معظم صياح أهل النار من أمر التسويف يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ليتني لم أشرك بربي شيئا أو لم أشرك بربي أحدا فمعظم صياح المسوفون من أمر التأخير تأخير التوبة أنهم ما بادروا بهذه الأعمال حينما كان عندهم فرصة في هذه الحياة فالمسوف كما قال العلماء كمن أراد أن يخلع شجرة ضعيفة وهو في قوته فأخذ كل عام يؤجل هذا الأمر إلى العام الذي يليه يقول إلى العام القادم إلى العام القادم كل مرة يسوف الأمر وما دري المسكين أنه كل عام كلما مرت عليه السنوات كلما ضعف وأن الشجرة كلما تعاقبت عليها السنوات كلما رسخت وازدادت قوة وثبات في الأرض فالعجب كل العجب عن عجزه عن خلعها في حال قوته وضعفها كيف يضم مجرد الظن أنه سوف يخلعها إذا قويت الشجرة وضعفه فهذا هو حال المسوف كما أخبر أهل العلم ثم علينا كذلك أيها الأحبة أن نعلم أن العبد متى ما سولت له نفسه بالمعصية عليه أن يعلم أنه يعصي الله عز وجل جل في علاه كما قال أهل العلم لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت لا تحتقر شيء من المعاصي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على الرجل فتهلكه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم علينا أن نعلم كذلك أنه كما قال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر معصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت لا تنظر إلى صغر معصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت وإن الفاجر أو المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وإن المؤمن يرى ذنوبه كأنه يجلس على أصل الجبل يوشك أن ينهد عليه أو أن يقع عليه هذا الفرق بين المؤمن بين حال المؤمن مع الذنوب والمعاصي وبين حال الفاجر أو المنافق هذا يرى ذنوبه عظيمة ويخشى أن تهلكه وهذا لا يكترس بها ولا يهتم بها كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فيا أيها المسلم ويا عبد الله أصلح ما بينك وبين الله تقرب إلى الله بطاعته فإنك عما قليل على أكتاف الرجال تحمل ونفسك إن كانت صالحة تقول قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك فإنها تصرخ بصرخات تقض المضاجع يا ويلها إن تذهبون بها يا ويلها إن تذهبون بها لبست سوب الرجا والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجدوا وقلت يا عدتي في كل نائبة ويا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل معترفا إلى إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردها يا رب خائبة فبح رجودك يروي كل من يرد نسأل الله عز وجل يجعلنا من التوابين ومن المستغفرين وإلى أن نلتقي في لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى تم الكلام ربنا محمود وله المكارم والعلا والجود وعلى النبي محمد صلواته ما طار قمري وأورخ عود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة